كل حال دي كانت توقع مهم جدا ان احنا كنا نذكرها لان لما نيجي نتكلم عنها ونشير عليها هنبتدى ان احنا نرفضها وفعلا ده اللي حاصل يعني عايزة اقولك ده كانت توقع من البعض بعض الجماهية لكن بصراحة كانت فيه ناس كتيرة جدا جدا معطردة وضد اللي حصل يعني عشان برضو الصورة تبقى اكيد فاري يعني او واضح نبدأ بقى مع حضراتكم ونروح للنادي الاهلي والنهاردة بيرجع الاهلي مرة تانية لمنافسات بطولة الدوري بعد غياب طبعا الانشغاله زي ما احنا عارفين بمباريات الادوار الاقصائية من دوري ابطال افريقيا بجانب طبع المباراة السوبر المصري ندر نقول الحمد لله وصلنا الاهدافنا الحمد لله حققنا السوبر وصلنا لانهاء الدوري الابطال لكن ما تنساش برضو اننا يعني بالعودة لمباريات الدوري عندنا كريم اهداف تانية لازم كمان ناخد بالنا منها بشكل كبير جدا خليني اقول اولها مثلا احنا نحافظ على الصدارة في الدوري مع العلم اننا لحد دلوقتي متصدرين جدول الدوري بالرصيد 53 نقطة يعني لو جينا قارننا باقرب ونافس لنا هو بيرميدز بفارق نقطة بس يا فارق نقطة لكن بيرميدز خاد ست مباريات يعني اكتر برضو من النادي لها فنقدر نقول الحمد لله احنا متصدرين من الناحية دي لكن ده برضو ما خلناش نحنا نتهاون ابدا لكن او خلينا لازم نحافظ على الصدارة دي عشان نرجع تاني او نرجع نرجع نلعب نهائي كمان دوري ابطال افريقيا واحنا مرتاحين مهم جدا ان احنا نكون بنلعب بالثقة ان احنا بنلعب واحنا فيزين فده بيفرق بشكل كبير جدا كمان على العامل النفس اللي تكلمنا عنه بشكل كبير نحافظ كمان على لياقة اللعيبة بتاعتنا بشكل جيد عشان نتجنب الارهاق والاصابات اللي احنا كنا بنعاني منها يمكن الموسم اللي فات واللي قابله لكن بصراحة هذا الموسم الوضع اختلف بشكل كبير جدا ده يدل على نظام وضع وقرارات اتحطت وكمان تطبيق بشكل احترافي تم او سيستم زي ما بتقال تم واضع بشكل احترافي طبعا فحنبدأ نقول ان الاهلوية تاني ما بيرضوش غير بالفوز والبطولات و ده برضو قدر اي لاعب وقدر الجماهير طول ما انت برضو من جماهير النادي الاهلي فانت عندك دايما تعطش للجاي وده قدر اكيد بالتالي اللعيبة وعدامك في الادارة وكل من هو ينتمي للنادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله للجاي انا متفقلة جدا يا رب سخير صلى الله الدوري سنادي اهلاوي